مني سويسرول من بواء الكيك السلام عليكم ويعطيكم العافية هذا المقطع سأسميه توفيق تبديل أو تدبير منزلي طبعا كلياتنا أو أكثر الناس اللي بيشتغلوا بمجال الأكل والشرب والحلويات إلا ما يظل عندهم خاصة بالكيك بوائي كيك بوائي بسكوت وأنا عندي اليوم بوائي كيك كتير متل متوا شايفين وعندي كمان بوائي قناش فإذا انت عندك بوائي كيك على بسكوت ومو شرط يكون عندك قناش القناش هدا هو نوع من الشوكولاتة على كريمة الخفئ ممكن تستعملي عسلم ربا أي شيء أنا حطيت هون هاي الوصفة ما إلها مقادير هو عبارة أنه أنا عندي كيك وبسكوت فتفتهم على بعضهم حطيت القناش وضلتني أعجن لحد ما حصولت على عجينة متماسكة متل متو شايفين ممكن أعمل منها كيك بوبس ممكن أعمل منها شغلات كتيرة ولكن اليوم حبيت أعملها على شكل سويسرول طبعا بتقدير تضيفي أي مكسرات بتحبيها بقلب العجينة وأنت عم بتتفتفتيها وتجمعيها بإيديك تحطي المكسرات شرائح لوز جوز فستق حلبي ممكن كمان جوز هند كتير بيكون طيب معها بنحطها على شكل أسطوانة وبنلفها بورق زبدة وعلى التلاجة لمدة ساعة طلعنا رول الكيك من التلاجة بعد ما تركناه يبرد ساعة كاملة دوبت كوب من الشوكولاتة طبعا نوع الشوكولاتة بيرجع إليك اللي بيحبها غامقة أو بيحبها شوكولاتة بحليب حسب رغبتك دوبناها على حمام مائي أو بالمايكرويف أكتر من مرة خبرتكم كيف بندوب الشوكولاتة بالمايكرويف 30 ثانية وبندوبها وبنقلبها بمعلقة وبنرجع مرة ثانية وندوبها بالمعلقة طبعا معلقة خاصة بالمايكرويف حتى إذا دخلناها المايكرويف ما تتأثر وما تخرب المايكرويف لحد بدوب الشوكولاتة بحط معلقة زيت على الشوكولاتة وبصب على رول الكيك وبترك الشوكولاتة تبرد تماما وبرده بنعمل نفس الشي مع الشوكولاتة البيضة وبنحطها بقمع من الورق وبننزل بخطوط من الشوكولاتة البيضة على رول الكيك متل ما انتم شايفين منظر كتير حلو بنتركها تبرد تماما وتنشف وبعدين بسكين بنسخن شوي على الغاز وبنبلش نقطع قطع دائرية بالكيك متل ما انتم شايفين لأنه السكين لما بيكون ساخن بيكون سهل إنه ينزل بالشوكولاتة من غير ما تتكسر شايفين الطبقة كيف نعمة ورقيقة على الكيك معلش المقطع طبع إنه كيف بنقطع الرول للأسف حزف غصبا عني وأنا عم بمنتج الفيديو فالمهم إنه خبرتكم كيف تعملوا بكل سهولة بكل بساطة بتقدري تعملي مني سويس رول ببواقي كيك عندك أو بواقي بسكونت بالتغيير عن الكيك بوبس والقصص التانية إن شاء الله يربي هالأفكار اللي بقدم لكيها بتنول رضاكم إدعولي دايما إنه أقدم لكم أشياء حلوة سلام شكرا 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 شكرا